اهلا بكم المزيد من الاخبار المحلية عقب الفاصل كشفت وزالة الزراع بولاية غرب كردفان انتشارا واسعا لدودة الحشد في بعض المناطق بالولاية وتعتبر دودة الحشد واحدة من اخطر الافات الزراعية التي تهدد المحصولات الزراعية واكد مدير الادارة العامة لزراع بالولاية فايق ابراهيم في ختام دورة تدريبية حقلية خاصة بمكافحة دودة الحشد اكد على اهمية تضافر الجهود الولائية والمركزية لانجاح الموسم الزراعي ووضع التحوطات اللازمة لمكافحة الافات الزراعية الان يعني من خلال الدورة التدريبية في الحقل رصدت يعني نباتات مصابة بالدودة وده بيؤكد انه هي موجودة في بلاية غرب كردوفان التدابير الحات تتم بالنسبة لله يعني من خلال الرصد ده هي حتى الان نحن نعتبر انه الاصابة ما كبيرة يعني النباتات الوجدت ورصدت هي ما نسبة عالية بتاعته يعني اصابة كبيرة لكن ده ما بمنع انه الناس بعد ده تتم عمليات بتاعت مسح للولاية كلها نصمى تحديد المساحات المصابة عشان بعد ده كالناس يعني يضعوا الترتيبات لعمليات المكافحة وكده وفي السياق قالت مبثلة وزارة الزراع للتحدي سنية جبارة انه تم تدريب المهندسين الزراعيين بالولاية على كيفية التعافر في على دودة الحشد ورصدها وكيفية مكافحتها وشددة على ضرورة اجراء مسح حشري عاجل وتوفير المبيدات لمحاربتها هذه دارة وغاية النباتات بولاية الاربو كردوهان عليها بعد كده متابعتها بالمسح الحشري قال هو قلنا بيبدأ بتعليق المصاعد في حالة وجود الاصابة وبصولة مكسفة زي ده نحن في توصية لمبيدات في مبيد اسمه الدينم وفي مبيد اسمه الاندوكسيكارب لكن هو مفيد بالنسبة للأطوار الصغيرة يعني الأطوار الحشرة الأول والثاني انت ممكن تتدارك على الأمر وبعد ذلك بيحصل ريكوفر للنبات وبعاود نشاطه يعني لأنها اساسا بتمشي مسافات طويلة جدا يعني الحشرة دي ممكن تطير مسافة بتاعة 100 كم في اليوم شكرا